السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا الأحبة نحل مع بعض الأداء المنزلي الخاص بالأسبوع رقم 6 للصف الثاني الثانوي حلنا في الأسبوع اللي فات الأداء الصفي يلا بنا نبدأ قال سيدنا عبدالله بن رواحة إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به أزرى يعني حقره القدر به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي ينصر قال لك إيه سيدي بص كده ركز معايا اتضحت سمات الشعر في عصر صدر الإسلام جالية المفروض أن أنت حافظ سمات الشعر في عصر صدر الإسلام كويس جدا 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 فنقول إيه مثلا نقول اتفاق المعاني مع روح الإسلام اتفاق المعاني مع روح الإسلام ونقول كمان إيه سهولة الألفاظ والبعد عن الألفاظ الغريبة والبعد عن الغريب منها البعد عن الألفاظ الغريب دي كانت سمات الشعر في عصر صدر الإسلام طيب بعد كده بنقول لا تتردد في فعل الخير يرضى يرضى عنك الله لا تتردد في فعل الخير فيرضى عنك الله هو طبعا عايز إعراب الفعل يرضى ركز معايا كده يرضى هبص على بداية الجملة كده أو هبص قبل منه قبل منه لا تتردد ولا تتردد ده نهي نهي يعني طلب يعني كده الفعل ده سبق بطلب يبقى لا تتردد نتيجة عدم التردد ايه يرضى الله عنك رضى ربنا سبحانه وتعالى يبقى يرضى ده سبق بطلب ومترتب على الطلب وحاجة محببة وجميلة يبقى الفعل ده مجزوم جوازا في جواب الطلب يبقى لما جعرب هقول فعل مضارع مجزوم جوازا فيه جواب الطلب بس كده طيب عايز اعراب يرضى هن ركز معاي هنعمل نفس اللي احنا عملناه اه انا عندي فاق هاي هبص على اللي قبل الفاق اه اللي قبل الفاق لا تتردد فبرده اللي قبل الفاق طلب طب انا عندي في المنهج ايه الفاق التي تسبق بطلب فالسببية فالسببية تنصب المضارع يبقى ده فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب وطبعا منصوب بالفتحة المقدرة لان الفتحة بتكون مقدرة على الالف بعد كده قال الشاعر مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا ومات اثرهم تلك الكرامات وخلفوني في قوم ذوي سفهن لو ابصروا طيف ضيف في الكرامات فقال لك هنا ايه ركز معايا اشرح البيتين السابقين موضحا الوان البديع هنا جماعة يقول الشاعر انه يعيش وسط مجموعة من السفه والسفهاء فهؤلاء السفهاء بخلاء لدرجة انهم لم او لو رأوا ضيفا في حلمهم تمام لا يكرموا لو ابصروا طيف ضيفا في الكرامات ده معناه ويقول ان الكراماء ماتوا وخلفوني في اه او وسط هؤلاء القوم يعني ما بينهم ماتوا هم الكراماء وسبوني مع الناس السفه دي وماتت معهم كل الكرامات ده شرح الابيت بعد كده قال لك عايز لون بديعي عندك كلمة طيف وعندك كلمة ضيف الاختلاف هنا في حرف الطاء وهنا حرف الضاد يبقى جناس ولكن جناس ايه جناس ناقص طبعا لان عندك اختلاف في نوع الحروف طيب بعد كده يقول الشاعر ريم على القاع بين الباني والعلمي احل سفك دمي في الاشهر الحروبي ويقول كعب بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم اثرها لم يفد مكبوله وقال لك هنا ايه وازن بعد كرية الابيات وازن بين نموزجين من حيث بناء القصيدة الجاهلين طيب ركز معا كده وتعالا نفكر مع بعض هي القصيدة الجاهلية كانت تبدأ بايه كانت تبدأ ببكاء الاطلال ركز معاي والغزل مش ده سيدي بناء القصيدة الجاهلية ايوه يبقى الراجل لو بدأ بحاجة من دول يبقى الراجل ده خلاص متأثر ببناء القصيدة الجاهلية تمام وهنا كان بيتكلم عن المحبوبة تمام طبعا القصيدة دي لامير الشعراء احمد شوقي تمام اتكلم في اول 24 بيت في القصيدة دي عن الغزل او بدأها بالغزل كله فاول 24 بيت في الغزل تمام وطبعا دي قصيدة نهج البردة المهم انه هو هنا بدأ بالغزل يبقى هو الراجل ده متأثر ببناء القصيدة الجاهلية وهنا بيقول بها انا سعادو سعادو ففي غزل في الموضوعه يبقى برضو ده متأثر ببناء القصيدة الجاهلية ايوه يعني انا كده هجاوب ازاي هأول تأثر كلا الشاعرين بنظام وبناء القصيدة الجاهلية فبدأت القصيدة عندهم بدأت بايه بدأت القصيدة عندهم بالغزل خلاص انا كده جوابت عن اللي هو عايزه طيب تمام ركز بقى معايا كده كويس او بعد كده بيقول لك حدد سمات الشعر في عصر صدر الاسلام في المجموعة الثانية طيب ركز معايا كده سمات الشعر اصلا في عصر صدر الاسلام كانت ايه احنا لسه الينا فوق ولكن هنضيف حاجة هنا رقم واحد ركز هنضيف حاجة ليه هفهامك هنضيف حاجة ليه بص يا سيدي اتفاق المعاني مع روح الاسلام رقم اتنين سهولة الالفاظ تمام بعد كده ركز معايا كده كويس او بعد كده يبقى بعد كده رقم ثلاثة بقاء واحتفاظ واحتفاظ ايه بقى واحتفاظ الشعر بما كان عليه بما كان عليه فين في العصر الجاهلي بما كان عليه من ايه من الاوزان الاوزان والاخيلة وبناء القصيدة خلي بالك احنا ملاحظين الكلام ده كويس جد ان القصيدة بدأ يتهيب الغزل وكمان عندي اهو وزنه قافي اهو قافي اهو عارف قافي اللام 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 هنا عندي قافية اللام فبالتالي هنا الشعر بقي كما كان من حيث الحاجات دي او من حيث الحاجات دي فضل زي ما هو زي ما كان في العصر الجاهلي بالضبط ما تغيرش في عصر صدر الاسلام كده بفضل الله وحاولي بقواتي انت عينا يا رب نكون افدناكم ونراكم على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته